في هذا الشوط اشداد اشداد الذنى للمحليات الاصائل في تحدي من تحديات المرموم بحضور اصحاب المقام العالي بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي يحفظه الله ويرعاه مبارك لا تمج العين طلعته ولا يرى الرائي في مخبوره فشلا مثل الحسام الذي يرضيك رونقه وان ضربت به في موطن فصلا الله الله بحضور اصحاب المقام يطيب لنا المقال ما اطيب المقام وما اطيب المقال هنا في المرموم الفين واربعة وعشرين انطلق في البداية مباشرة مع المركز الاول ليجد من تتقدم ليجد من تتصدر هنا المركز الاول صيت تحتل المركز الاول بشعارها ذائع الصيت شعار الانيق ناصر بن عبدالله بن احمد بن عبدالله المسند شعار يأتي من دولة قطر من اجل مشاركة الاشقاء هنا في ميدان المرموم بينما المتابعة هناك الى شعار بن دري حيث الوصول وحيث التقدم مع الوسمية الحاضرة في المركز الثاني او نواية هذه نواية بنياتها الواضحة ورغبتها الاكيدة بالمنافسة على شوط اشداد انطلق مع المركز الثالث ليجد هنا مجدين الباحثة عن امجاد هذا المساء بشعار معالي حميد بن سعيد بن عامر النيادي ينطلق شعاره على ظهر مجدين بينما ارى شعار نجدين شعار المسند يتسلل بدوره لينطلق الى المركز الثالث تصل ساسكو السلالة الشاهينية الدماء النقية التي تجري في عروقها تدفع وتقل مفاصلها لتتحكم بمفاصل هذا المركز الثالث المركز الرابع تابع يا متابع رونق تصل بشعار له رونقه وشعارات لها رونقها في هذا المساء نشكرها جزيل الشكر على ما قدمت وستقدموه في يوم الختام حمد بن راشد بن اغدير الكتبي يدفع برونق في المركز الرابع هذه النتيجة حفلنا الكريم والعودة الى الصدارة العودة الى المقدمة هناك نوايا هناك بندري يطلق لنا نيته الواضحة وصيتة في منافسة ما بين بندري ما بين المسند صيتة هلان تصلوا مشاهدين الكرام الى المركز الاول المركز ذاع الصيت مركز النفوذ مركز القوة مركز بسط الهيمنة تتحكم بالشوط معها الكنترول الان الله 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 اذا صيتة تحتا للمركز الاول ويوامن الموقف ناصر بن عبدالله بن احمد المسند بن ضمام ساسكو لتكون هنا مشاهدين الكرام مؤمنة للصدارة منطلقة بشعار ناصر بن عبدالله المسند ناصر المسند هنا مع صيتة هنا مع ساسكو في المركزين الاول والثاني المركز الثالث اتابع رونق للسيد حمد بن راشد بن اغدير الكتبي اما المركز الثالرابع فأتابع هنا شعار بن دري هنا نوايا سالم بن احمد بن دري الفلاحي على مستوى المركز الرابع خامسة نجد هنا مجدين منطلقة حاضرة بعزمها وبحضور شعارها القوي الذي قدم الهبيبة في كأس الثنايا البكار المفتوح ها هو شعار النيادي يحضر هنا في المركز الخامس بقيادة المضمر اعبيد بن اغدير الوهيبي هذه النتيجة ايها الحفل الكريم ايها المتابعون لا فاضل انهينا نداءنا الثاني لنتحول مباشرة الى الصدارة الى ساسكو التغيير الذي حصل التغيير الذي جرى هناك على المقدمة تابعوا معي هذا السمو هذه الرفعة من هذه الشعارات التي تنشد السمو بحضور اصحاب السمو تسمو بنا في الطام حين الى العلا نجب المطايا في المدى المرسومي تتألق الاسماء وهي كبيرة تبغي بلوغ المجد في المرمومي نعم ابلغ المجد فاليوم يوم المجد واليوم يوم بلوغ المنى ساسكو على الصدارة ما زالت مشاهدين الكرام تتقدم الطلاع في شوط الرواع ساسكو ناصر بن عبدالله بن احمد المسند ما زال يقبض يقبض على الصدارة وما زال اشداد في قبضته حتى هذه اللحظة بقيادته ساسكو المغامر سعيد بن بطي الزعبي يدفع بها في عالم التضمير الانتقال هنا والتقدم على المركز الثاني تابعوا رونق بدأت تتسلل وبدأت تنطلق هذه رونق بثقة الواثق حمد بن راشد بن اغدير الكتبي نوايا لا انتصل في المركز الثالث مع شعار يعرف كيفية التعامل مع شواط الرموز مضمر الشبلة الله الله نعم انه كبير في يوم الكبار راعي الشبلة او مضمر الشبلة يصل الان مع نوايا ليعبر عن نيته الواضحة ليعبر عن نيته الصريحة باللحاق بساسكو وباللحاق بالمركز الاول ليقترب شيئا فشيئا من اشتاد المنتظر الى جانب اشتاد هناك مليونين درهم المركز الرابع وصل شعار المنصوري الله يا امطار تصل امطار مشاهدين الكرام وشكلها شكل طيب الله 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 في رصيدها رمز ايضا في مهرجان سيد الامير الوالد هناك في ميدان الشحانية تصل امطار على المركز الرابع الان بشعار مسلم بن علي بن دري المنصوري اما المركز الخامس تصل الروضة الان وتنطلق الروضة في رياض المركز الخامس بشعار السيد مانع بن علي بن حماد الشامسي مشاهدين الكرام ومتابعين الافاضل نسير الان في الانعطافة الاخيرة ومسارنا مسار مستقيم هذه ساسكو بشعار ملك السيوف بشعار ناصر بن عبدالله بن احمد المسند يدفع وساسكو التي تسلمت مقاليد الصدارة بعد ان تجاوزنا كيلوين متر من بداية هذا الشوط هذه ساسكو في المركز الاول وهي صاحبة الانجاز في مهرجان سيدي امير البلاد المفدى في ميدان الشعانية وبالمناسبة وصيفتها نوايا هي من تقتفي اثرها الان على المركز الثاني نوايا سالم بن احمد بن دري الفلاحي اما المركز الثالث تصل الروضة الان شعار بن حماد مانع بن علي بن حماد الشامسي شعار من اقوى الشعارات يصل شعار بن حماد المركز الرابع للقيسومة تصل ويصل مع القيسومة شعار الانيق ناصر بن عبدالله بن احمد المسند خامسا اجد ايضا الظنة تصل بالظنون الكبيرة بشعار مانع بن علي بن محمد بن حماد الشامسي هذه النتيجة وهذا هو نداؤنا والعودة مجددا كلما عدت اجد بانها ساسكو على الصدارة تتقدم بروح طلائعية تتقدم بروح فداية يا سلام يا سلام وصل الان وصل العمالقة وصلت الشعارات الكبرى ساسكو على المقدمة ساسكو على الصدارة اشداد لمن المركز الثاني الروضة الان تصلوا الى روضة المركز الثاني تريد رياض الناموس تريد رياض اشداد الله 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 الف واربعمائة متر تقريبا على خط النهاية ساسكو على الصدارة ساسكو على المركز الاول الروضة في المركز الثاني نواية على المركز الثالث امضمر الشبلة يأتي مع نواية القيصومة الانيق في المركز الرابع خامسا وصلت الان الله اليازي اليازي تصل ويصل الخليفة بن سلطان بن رشيد السويدي مع الجازي في المركز الرابع يا سلام يا سلام الكيلو متر الأخير الكيلو الصعب كيلو الامتحان كيلو اشتاد ساسكو ما زالت تتحكم بالمسيرة ما زال الأنيق يوجه الشوت كيف ما شاء واشتهى كيف ما أراد روضى على المركز الثاني مانع بن علي بن حماد الشامسي الجازي تتحرك خليفة من سلطان بن رشيد السويدي القيسومة في المركز الرابع ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند من حاب الفيلسوف تصل في المركز الخامس عودة إلى ساسكو وصلت ساسكو الله الله وصلت ساسكو لان إلى ذروة العطاء إلى قمة العطاء انطلق أيها الأنيق انطلق إلى المنصة انطلق إلى أشتاد الله الله بن حماد يصل بن حماد يصل المركز الثاني هذه الروضى 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 وساسكو الروضى وساسكو بن حماد بن حماد يحاول الأنيق مع ساسكو يعزز الموقف بالقيسومة في المركز الثالث يا سلام أشتاد المليونين درهم بن حماد بن حماد الأنيق ناصر بن عبد الله المسند الروضا ساسكو Soulko اشدد 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 الله 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 إلى الدوحه الى الدوحه اشدد الى الدوحه سلام النيق ناصر بن عبد determinم والسعيد بنبطيزع続ى المركز الثانى الروضا مانع بن علي بن حماد الشمس المركز الثالث القيسوق ما في المركز الثالث ايضا لناصر بن عبدالله المسند المركز الرابع من حافل احمد بن مطر بن ماجد الخيلي المركز الخامس الجازي لخليفة بن سلطان بن رشيد السويدي مشاهدين الكرام اذا شوطن حبس الانفاس ولكن اشداد يذهبوا الى مصلحة الانيق ناصر بن عبدالله بن احمد المسند والتوقيت الزمني 12 دقيقة 16 ثانية و7 اجزاء من الثانية تهانينا لناصر المسند يساهل ابو عبدالله والتهانيه لسعيد بن بطي الزعبي المركز الثاني جات فيه الروضة والتوقيته الزمني 12 دقيقة 17 ثانية جزئين من الثانية تهانينا لمانع بن علي بن محمد بن حماد الشامسي والمضمر علي الزرعي المركز الثالث كان مع القيسومة والتوقيتها 12 دقيقة 18 ثانية 8 اجزاء من الثانية تهانينا لناصر بن عبدالله المسند والكلمة تنتقل للزميل سالم بن سعيد بن حضيرم